قال لي ان انا تكلم عن الانتصاب النفسي بس انت ما بنعرفش نكلم على ضعف الانتصاب النفسي بس انت لازم تكلم على الانتصاب عمتن زي ما هو كلمنا كده والميكانيزم بتاعه والطريقة بتاعته لان انت يعني في ساعات بعض الحالات ما بنبقاش قادرين نفرق قوي هو ده ضعف انتصاب نفسي بس ولا كمان ضعف انتصاب عضوي ولا الاثنين مع بعض يعني لسه كنت بناقش حال النهاردة مع دكتور مسارك بولية بقول له احنا هندي العيان يعني يعني عيان عندي بيتعالج من الناحية النفسية وبيروح لدكتور المسارك بيتعالج من الناحية الجنسية لانه عنده مشكلة في الانصاب فبقول له انا متأكد يعني بالنسبة 90% مشكلة نفسية قال لي بص انا وده بكلم اكبر دكتور بيعالج الامراض الجنسية في البلد اللي انا فيها يعني اه وامراض الزكورة بيقول لي بص اه عشان احط خط كده فاصل واقول ده نفسي مليون في المية او ده عضوي مليون في المية صعب احطه فانا هنمشي طريقين دلوقتي لان ايه اه ده هيضمن لنا نجاح العملية العلاجية يعني بس مش حاوز ارغبطكم مش حاوز الناس بياتقول لي ايه اه يبقى انا عندي مشكلة عضوية ونفسية مع بعض ده 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 حالة يعني ندرة اللي احنا بنتكامل فيها دي بس اغلب الشباب بيعانوا من ايه اغلب الشباب يعني انت لما يبقى واحد سنه سبعين سنة وجاي بيشتكي من مشكلة في الانتصاب انا عارف ان في مشكلة عضوية اوكي ابنما ما يجيلي واحد عشرين سنة ويقول لي عندي مشكلة في الانتصاب انا عارف ان بنسبة تسعة و تسعين في المية دي مشكلة نفسية حلو فحنا خلينا كومونس كومون ان الان في السن الصغير وانا شايف الاودينس اللي سامعين اغلبهم كلهم سنهم صغير ان المشكلة هتبقى نفسية طيب انت هو الانتصاب ده لي مشكل كتيرة غير الضعف اه واسم كلمنا في كذا رومز قبل كده ان في حاجة اسمها بريماتيور ايجاكيليشن اللي هو يقول سرعة القصف وفي حاجة الناس عندهم تأخر في القصف وفي ناس كما عندهاش قصف خالص وفي مشاكل بقى اللي هي قوة الانتصاب وضعفه وفي ناس مشاكل عندها في الرغبة يعني الانتصاب كويس بس هو ما عندوش رغبة مش عاوز يعمل الموضوع الجنسي ده او مرة كل اسبوعين ولا حاجة ده ماكسيم او هو اللي هو عاوزه يعني ففي يعني قوة الانتصاب دي ساعات بيبقى مشكلة رغبة في الانتصاب الرغبة في الجنس دي مشكلة ساعات المدة القصف هتبقى امتى دي مشكلة متأخرة او سريعة دي مشكلة او عدم القدرة على القصف تماما برضو دي مشكلة طيب هو الانتصاب ده بيتأثر بايه زي ما بتقسيمك كبير للموضوع انه في موضوع عضوي وموضوع نفسي طيب انا عاوزه برضو تبقى فاهم العضوي عشان تتجنبه العضوي ده بيبن دايما بعد سن الاربعين كده تلاقيه بيزهر اوكي اه ايه اسبابه? يقولك اسبابه انا امراض الاوعية الدموية وامراض السكر وامراض الضغط وكولسترول العالي و السمنة دول دول الاساسيين دول المستكمان في الامراض العضوية حلو ليه طب واوعية الدموية اللي هو يعني تصلب الشرائين ده ايه يا علاقته بالانتصاب ااااااااااااااااااااااااااااااهницы اللي بيقلها هارت اتاكك يعني ازمة قلبية يقول لك ده جاله واجع في سدر جديد ونقلناه على العناية ودوله ادوية ومش عارف ايه وطلع عنده تسلب في الشرايين يعني ايه يعني تقول لهم يعني ما له الشرايين متسلبة ازاي يقول لك انا عنده ديء الشرايين اللي بترزي القلب دي ديقة طب حلو يا عم اللي عنده تسلب في الشرايين ده والشرايين ديقة ده شرايين القلب بس لا المشكلة ان المرة تسلب في الشرايين ده لما بيحصل ده بيدرب الشرايين كلها فانت هتلاقي الشرايين اللي رايحة للمخ بتادي التديق برضو والشرايين اللي رايحة للقضيب بتادي التديق والشرايين اللي رايحة للرجلين بتادي التديق واللي رايحة للقلب بتادي التديق بس في بعض الاشخاص الديق ده هيبقى اكتر في الشرايين اللي رايحة للقلب فيجيلنا بازمة قلبية في بعض الاشخاص التانية لا مش هجيلوا ازمة قلبية هتلاقي الديق اللي بيحصل في الشرايين ده مع السمن ولا مع الضغط ولا مع السكر ولا مع الكولسترول صوات المخالب العالي ما هي الحاجات دي كلها بتبوز الشرائين ضغط وسكر وكلسترول صوات المخالب والسمنة والاكل الغلط وعدم الرياضة والكلام ده كله بيبوز الشرائين فيه ناس بيئي لك تشتكي لا ده والله آآ رجل بتوجعني امشي كده يعني آآ نصيتين تباتة كلاقي رجل بتوجعني ايه ده نقول له عندك اص outreach igue ли ambה الشرايين اللي في الرجل. في واحد تاني يقول لك يا انها البيض ده ده جاله تصرب الشرايين ده وجاله جلطة في المخ. يعني شرايين تسدد اللي كانت رايحة للمخ ويعني جاله شلل نصفي. يعني اه وممكن البداية تبقى كده. في واحد تاني لا تلاقي المخ ما فيهوش مشكلة القلب ما فيهوش مشكلة الرجلين ما فيهاش مشكلة. اللي ان هو يبدأ يشتكي لك من ضعف في الانتصاب. ليه? لان الشرايين اللي رايحة على العضو الزاكري هي اللي بتادلت تديق وبتقدش توسع كويس بتحس تجيب اه الدم بالكمية والفلو البلاد فلو صرايين بتاع الدم ببقاش على طبعته او الكمية اللي احنا محتاجينها. برضو فيه مسكونسيبشن اه اه يعني سوق فهم للموضوع الانتصاب ده الناس فاكراه ان انتصاب هو عضلة زي عضلة البيسيبس كده. هو لا هو الموضوع كله اوعية دموية وانسجة دموية بتتميلي بالدم الموضوع كله اللي انت بيتشوفه بيحصل ده القديم حجمه صغير جدا وفجأة يكبر ده كله دم بيجري في المنطقة في الحود وبعدين يتحبس جوه المنطقة بتاعة القديم ده فانت ما تحبس اه ميا ولا دم ولا حاجة في كيس الكيس هيتمدد. حلو نفترض الحنفية دي حنفيات الراحة تديني دم في القديم دي مسدودة بقى فيها تصلب تصلب يعني انسداد يعني هتلاقي البلطفلو مش كويس سرايان الدم مش كويس فاتلاقي الكوة ضعيفة. ده ده ملخص الموضوع. فعشان كده انت عشان تحمي نفسك من ضعف الانتصاب. قل عضوي اللي انا بقوله دلوقتي عضوي. انت لو عندك ضغط عالي عالجه. في ضغط بيجي للشباب دلوقتي عادي. تلاقي شاب سنه تلاتين سنة ضغطه عالي. عالجه. وليه لك? الكوليسترول اللي الدكتور قال لك عالي. والله لو سنك اقل من 40 سنة. العب رياضة وزبط الاكل فوق اللي 40 سنة. انت محتاج تبدأ دواء للكوليسترول. حلو. فقيس كوليسترول. وانا استحسن ان احنا كل الناس دي قبل ما تتجاوز كده. او حتى تتقدم وتخطب. ياريت انت كولد او كبنت نعمل تشكهب عام. يعني ايه تشكهب عام يعني. يعني خلي دكتور كده يعمل لي شوية تحاليل كده. تحليل سكر على تحاليل كوليسترول على صورة دم كاملة على وظائف كلا على وظائف كبد. دول كفاية. اللي انا قلته مرة بعد دول. صورة دم كاملة ووظائف كلا وظائف كبد والكوليسترول والسكر. احنا كده والحديد. كده دي بداية. قبل ما تتجاوز ياريت نعمل لشوية التحاليل دي. عشان ما نلاقي فيه مشاكل في سن العشرين وسن التلاتين. ابدأ احلها بدري بدري. طيب انا انا كده فهمت. اوكي بنا لازم السكر وضغط والحاجات دي لازم تتزبط وتتزبط اول لما تزهر. ده الجزء العضوي. اه 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 في برضو امراض بقى بس نادرة زي الباركنسون اللي هو الشل الرعاش. اه ده طبعا لو حد جاله الشل الرعاش سعب بدا بيأثر برضو على الانتصاب. الام اس اه 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 هو التصلب العصبي. اه اه ده بيأثر. لو عملت حادثة كبيرة وضهرك الكسر والاعصاب اللي رايحة للقديب حصل فيها مشكلة. برضو ده هيبقى مشكلة كبيرة وهتحتاج لتدخل يعني جراحي في بعض الاحيان. اه 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 برضو الادوية. خد بالك ان فيه ادوية بتأثر على الانتصاب. يعني فيه ادوية قلب مثلا اللي هي بسميها بيتر لوكرز. اه اه اللي هي بتحدي القلب. كتخلي دربات القلب تهدى. دي بتأثر ممكن تأثر على الانتصاب. اه اه فيه ادوية طبعا تخصصي الامراض النفسية ادوية الاكتئاب. اغلبها بتأثر على الانتصاب. عشان كده انت لو انت عندك مريض اكتئاب واماشي على دواء اكتئاب. اه 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 تريد تدور على العروسة وهتخطب وهتتجوز. لازم تتكلم مع الطبيب بتاعك. قل له الدواء ده مناسب للمرحلة اللي انا داخل عليها دي ولا لأ. ولا هلن ينفع انا بايرك لحاجة تانية. ولا هل انا اه التوقيت بتاعه اخده في اوقات مختلفة. كل ده طبعا الطبيب هيزبطه لك. اه بحيس انت ما تتأثرش بالمشاكل اه اللي تبقى اعراض جانبية من الادوية. اه نخش بقى شايف يعني الادوية تأثر. امراض الاعصاب تأثر. الضغط يأثر. السكر يأثر. اتصله بشرايين بيأثر. السمنة. ما اسمنا. ليه يعني ما اسمنا ما المشكلة. زي ما كان قسان بيقول ان فيه هرمون زكري اسمه اللي هو التستستيرون. الهرمون زكري ده مهم في الوظيفة الجنسية ومهم لك راجل ومهم العضلاتك ومهم بقى يعمل لك شنب وده يعني هو استفات الزكورية كلها بتطلع فيك بسبب الهرمون ده. اه حتى لما بتصلع بيبقى بسبب الصلع بسبب الهرمون ده. حلو. المشكلة ان الهرمون ده. الهرمون الزكري ده. لو انت عندك دهون كتيرة هيروح يتحول يبقى هرمون انسوي الاستروجين. والهرمون الاستروجين ده ده ضد ضد الانتصاب. يعني مش ده من الحاجات اللي هتسعبها الانتصاب تماما. هتلاقي نفسك بقى ايه. سدرك بتاقي يكبر كده. وتلاقي نفسك عضلاتك بتخس كده. يعني تلاقي فيه شكل كده بتبقيت ايه. اه 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 يعني تقلب من. عارفين انت الراجل ليه شكل معين كده. الدراعات او الشلدر بيبقى كبير. الحد صغير. الاستروجين بيخلي السبت لقى شكل معين كده. الحد بيبقى اكبر. الشلدر بتلاقيه صغير اللي هو الاكتاف. يعني فانت لما يبقى عندك دهون كتيرة هتاخد يا عم الهرمون. تلاقي جسمك بيحول الهرمون الزكري لهرمون انسوي. فانت لو انت داخل على جواز. اوكي? ومليان. عادي كلنا بنعاني من موضوع السمنة. نتيجة تغير المجتمع وتغير الشغل. كنا زمان بنجري وراء الاسد والنمر والنمر يجري ورانا. كنا بنخس بنخس غزبا عننا. دلوقتي الناس بقى اللي قاعد شغالة على البورصة والشغالة على المكتب فتلاقي كرشو عمال يطول قد كده. والهرمون بقى الاستروجين عمال يزيد. فنبدأ نلعب رياضة ونخس ونمشي على دا كله مهم. اوكي? اه 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 حاجة كمان بقى الجزء النفسي بقى يا عمال. طبعا الناس اللي بتعاني من اكتئاب وقلق. اكتئاب والقلق ممكن يسبب مشكلة في الانتصاب. حلو? انا انا بعالج الاكتئاب والقلق. انا مش بعالج المشاكل الجنسية. بس لان انا بعالج الاكتئاب والقلق. فناس كتيرة وشباب كتير بيبقى عنده القلق والاكتئاب والادمان كمان بيقصر الانتصاب. كل المعود اللي بتسبب ادمان بتأثر على الرغبة الجنسية. يعني انا انا نصح ان انت بتشرب كحول بطل كحول. بتشرب كوكاين بطل طبعا كوكاين. بتشرب هدوي. كل المخدرات دي بطلها. لانها سمهاو هي ازا ما كنتش هتأثر بطريقة دايريكت على قوة الانتصاب هي هتأثر بطريقة على المركز المكافأة عندنا. يعني هتلاقي نفسك يعني لان اللي بيحب الهيروين دا. المخ خلاص بيهايجاك كده. وبعدين المخ يقول لك بص اهم حاجة في الحياة الهيروين مش مهم الاكل. مش مهم الشرب. مش مهم الشغل. مش مهم عيلتي. مش مهم امراتي. هو هتقول لي اه 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 ما هو بقى يركز ده بتبقى غزبا عنك. انا يعني بتخصص في علاج الادمان. هتبقى غزبا عنك. هتلاقي الجنس دا لا يمثل اي متعة. هتلاقي الرياضة والجنس كنت بتحب تلعب باسكتبول. هتلاقي بعد ما بتدمن الحاجات دي ولا مملة جدا. الاكل كنت بتحب بتاكل عند معرفش مين بتاع الكوارع وبتاع مين بتاع الكباب والكفتة والناس دي. بتاع اكل منوش طعم. ليه? لان انت ده ربط مركز المكافأة اللي بيحس بالمتعة في الحياة عن طريق المخدرات. فاحنا عاوزين كده نبتل كل المخدرات ايا كان درجتها. طبعا كل يعني كل ما تخش في الحاجات الشديدة بقى هيروين وكوكايين والحاجات دي التأثير بيبقى اعلى. اه طب دكتور انت انت تهوهتيني عادت تقولي انتصاب ساعات عضوي وكلسترول عالي والضغط والسكر وانا اعرف الفرق بقى وانا ده. ما انا عندي الضغط اه وابويا عنده الضغط واما عندها الضغط وانا ورست مرض الضغط ده منهم. وانا دلوقتي عندي مشكلة في الانتصاب هو وضغطي عالي. هو ده الضغط هو السبب ولا ايه السبب. بص احنا عشان نفرق الموضوع. الموضوع سهلي. يعني عشان فرق هو عضوي ولا نفسي اهم سؤال كان قسام ريزا بيكلم فيها اللي هو عندك مورنينج إيريكشن ولا لا يعني عندك انتصاب صباحي ولا لا اه يا عمنا ساعة بصحة من النوم لايه عند انتصاب تمام دي علامة ان انت عضويا تمام المسالك شغالة اوكي طيب سؤال تاني هل ماسلا بيجي لك خيالات جنسية بيجي لك انتصاب او لو دخلت على مواقع المفروض ما تخشش بصلا او دخلت يعني مواقع اباحية ولا بتاع او فكرت افكار جنسية هل بيجي لك انتصاب اه يا عم عادي مفيش اي حاجة بس انا كل ما بقرب من مراتي بقى بص انتصاب كله بيروح خلاص دي علامة مش محتاجين احنا حد ياسس المشكلة يعني واضحة بنسبة 99 وتسعة من عشر ان المشكلة نفسية طيب دكتور هو انا مش عايق ساعات بيحصل انتصاب فعلا في صباحي وساعات بيحصل انتصاب بس برضو مش قوي لدرجة ان انا اقدر اعمل اتقال هنا بقى العملية ممكن تبقى نفسية وعضوية مع بعض هنا احنا محتاجين طبيب طبيب بقى يعمل تحليل هرمونات ممكن يعمل صنار على الاوعية الدموية اللي رايحة للقضيب ممكن يعمل الامراض النفسية يشوف فيه مرض نفسي ولا لأ يقسلك السكر يقسلك الكوليسترول يعني الدكتور هيبقى عارف يعمل ايه حلو عشان يقيم لان احنا لما بيبقى دا نفس عاد ما قلتلك في بعض الحلقات بتبقى معقدة شوية بيبقى العضوي داخل مع النفسي ومش قادرين نفرق قوي فانا محتاجين دي لوقتي خبر الطبيب انما انت تقول لي عندي انتصاب صباحري زي بص زي الفل التخيلات الجنسية زي الفل الرغبة ان انا اعمل جنس موجودة مش موجودة بس انا بس بعرفش ايه اللي بيحصل وانا جنب مراطي يبقى دي عملية نفسية طيب ايه الحلول الحلول يقول لك انا هشرح لك بص انا عارف الناس داخلة لحلول للمشكلة النفسية هو الحلول كتيرة يعني انت ممكن يكون حل المشكلة النفسية دي فياجرا هتقول لي فياجرا بحل المشكلة النفسية اه انا عندي ناس الفياجرا هو الحل اه طب هو ده الحل الاول لا الحل الاول ان انا الغي بقى التوتر والقلق واشوف الاكتئاب وعالجه والكلام ده تفترض كل كل كلام ده مش قادرين يعني عملناه وبرضو في خوف بيحصل اه ممكن يكون في بعض الاشخاص مش هتعرف تعمل عملية جنسية غير بفياجرا فدي اللي هتوسع الاواءات الدموية وتشغلها في بعض الناس لو الموضوع عضوي اكتر ممكن بقى الدكتور عبغاني يبقى يكلمنا عنها يعني عمليات بقى في ناس بتستخدم مدخل الفاكيان بامب دي لو بزاد في السن كبير في عمليات اللي هو بيحط الامبلانت اللي هي الدعامات اللي هو ما فيش انتصاب خالص وللمشكلة عضوية على مشكلة عصبية في عمليات يعني الانتصاب هيحصل بدوى بعمليات بنقدر يعني نخليه يحصل طيب دكتور لا انسى بقى العمليات وبتقول لي في دعامة وفي بامب اللي هي مضخة وفي كده لا خلينا انا انا احاسس ان انا كويس ومعنديش عضوية لحاجة الموضوع كله نفسي اقول لي اتخلص منه ازاي وهو فعلا موضوع خوف يعني انا بقى لا بس اقولك يا عمي عشان تحسن الانتصاب انت لازم تحسن الصحة عمتا عمتا اني صحة يعني الصحة النفسية اه الصحة النفسية والصحة العضوية والفيزيكال والسيكولوجيكال وكله طب احسنها ازاي رقم واحد انت لازم تكون بيلعب رياضة ما تقوليش شاب هنا 23-30 سنة ما بيلعبش رياضة لازم تلعب رياضة والرياضة اقصد بيها مش تروح الجم تغطيشي الحديد الحديد حلو الحديد حلو كوي عضلات خلي شكل الجسم كويس بس انا اللي هيفدني كصحة نفسية وصحة جثمانية وصحة على القلب وصحة على الشرايين ويقلل الكوليسترول هو الايروبك اكسرسايز اللي هو الاكسرسايز اللي هيعلي ضربات القلب اللي هو الاكسرسايز اللي هيخليك وانت بتعمله تبقى عمال تنهج ومش عارف تتكلم يعني بتلاقي نفسك بيتقطع كده بتجري بقى عالتريد ميل بتلعب الليبتكلز بتروح تعمل سوامينج بتروح تشوفوا رياضة تلعب باسكتبول بتعمل اي رياضة من اللي بتحبهم اللي هتعلد ضربات القلب هي دي الرياضة اللي انا عاوزها تمام ماشي هو ده ده هيغير يعني انا خايف من مراتي دلوقتي ده مش فاهم مشكلتي ان انا خايف من مراتي احنا لازم نمشي عارف زي الهرم علاج الانتصاب ده والعلاج اصلا في الطب نفسه لازم يمشي زي الهرم يعني الهرم البيز بتاعته واسعة واسعة وبتغطي حاجات وبعدين يطلع 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 يبقى عامل زي في الاخر حاجة ايه تقل في حجمها كده تبقى زي الدبوز في الاخر احنا هنستخدم حاجة سبيسيفيك للعلاج النفسي اه حاجة صغيرة مخصصة للموضوع هاعلمك تمارين دلوقتي وازاي تقرب من مراتك بالتدريج بحيث تحافظ على الانتصاب كل ده هعلمه لك دلوقتي بس لازم البيز البيز لاين بتاع الهرم تبقى تمام واهم حاجة فيه الرياضة وقلتلك الحديد حلو لعبه انا شايف ان كل يوم اي شاب من العادين لازم كل يوم يلعب الرياضة نص ساعة اللي هي اللي هي التمارين اللي بتزود دربة القلب اه اه ونص ساعة resistance exercise اللي هي التمارين اللي فيها مقاومة بقى بتشيل حديد بتزقف الماشين دي برضو حلوة بس نركز على الاروبك اكتر اه تمارين تاني برضو عام بيحسن من الانتصاب اسمه kegel exercise اه تمارين كيجل دي ايه اللي هي بتقوى عضلات الحود حلو يا عم هنقوى عضلات الحود ازاي ان انت تلعب الرياضة لعضلات الحود اللي هو ايه تمارين البطن لا 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 مش تمارين البطن خالص تمارين البطن ما عارفين تمارين البطن اللي هو بتخصص الكيرش وكلام ده مش دي له دي تمارين الحود دي حاجة تانية انت هتقلي عضلات الحود تنقبط وتنبسط تنقبط وتنبسط طب اخليها ازاي اعمل ايه يعني هقولك هي عضلة الحوذ هي نفس العضلة اللي انت بتستخدمها لما بتكون رايح تتبول وبعدين تحاول توقف البول انت باب وانت سمعني دلوقتي وانت سمعني كده. انت خايل ان انت رايح الحمام. اوكي? اه 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 وخلاص البول نازل اهو. اه 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 وانت عاستو اقفو. بتمسك حاجة فيه حاجة بتقفش كده. اللي هتقفش دي هي العضلة اللي انا عاوز اه اه ادربها وقويها عشان عملية الانتصاب تحصل. طبعا التمرين ده مش بيقصر الرجالة ده طبعا للستات. لان الستات اللي بيجي لهم مشاكل اه 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 ا بال اه اه بالانكونتنس اللي هو تبا ولا اكرادي او او حاجات بتحصل بعد الولاية ده ابنبعا عاوزين نقوي عضلات الرحم والعضلات الحد بنستخدمها لازباب تانية يعني لحاجات تانية. بس في الرجال احنا هنستخدمها لتقوية الانتصاب. حلو. طب التمرين ده انا فهمتي. بقى انت العضلة اللي هو هتخلي حاجات تنقبض انا فيهمتها حسيتها خلاص اهي اعملها اد ايه بقى يقولك اعملها ثلاث ثواني اه اه وفك وعمل تاني ثلاث ثواني وفك طب تانين اعمل وفك وعمل اه يعني انقبض اعمل زي بواحد بيلعب بايسبس بس هو بيلعب دلوقتي عضلات الحوض هيقفشها كده يعمل contraction فيها ويريلاكس contraction وتنقبض وتنبسط تنقبض اد ايه ثلاث ثواني بس وتفك ثلاث ثواني بس طب نعد كم مرة عشرين مرة يبقى انت انقبض وانبساط بص وانا بتكلم اهو اعملها عارزك تحسها اهو اه تنقبض وتنبسط تاني تنقبض وتنبسط تاني تنقبض وتنبسط اه اه حلو هعمله كم مرة ده عشرين مرة العشرين مرة دي كم مرة في اليوم تلاث مرات يعني انت اعمل لك كده عشرين مرة الصبح عشرين مرة الضهر عشرين مرة بالليل دول هيعملوا ايه قلت لك هكوى عضلات الحوض وده هيحسن في الانتصاب اه هيحسن في الانتصاب يعمل لسا بقول لك خايف من مراتي انت دكتور شاكلك مش فاهم حاجة بقول لك خايف من مراتي قلت لك يا عم علاج الطب اه الالاج مش زي ما انت متخيله بنروح نعالج نقطة في بحر لأ انا لازم اشوف البحر كله وبعدين هقول لك عن نقطة دي النقطة اللي انت مستنيها دي اهدي عليك دلوقتي بس خليني معاي ان احنا لازم نعمل التمارين دي طب دكتور اه في ناس بتقول لي ان انا في اه بيسموها ايه اه 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 مكويات جنسية او اه مكملات غزائية بتقوي من من العملية الجنسية دي اه هقول لك قبل ما نتجه للاتجاه ده اقول لك ما تزود في الحاجات الطبيعية اللي هي هتحسن الصحة عمتا لان انا زي ما قلت لك عندي بناء كبير عاوز اقوي الاساسات الاول بدلا ما نروح وندور اه 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 المكويات جنسية اللي انا ممكن اخدها او اه 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 حاجات المكملات ما ما تجي ناكل الاكل الصحي اه ايه الاكل الصحي حضرتك بصوا انا لسه كتب كتاب يعني كتاب نفسي وهو بالانجلش ان شاء الله يبقى ترجم قدام بس يعني الجزء الاولاني في الكتاب بتكلم هو ايه الاكل اللي المفروض تاكله وايه الاكل اللي المفروض تتجنبه هو نفس الاكل اللي انا كتبه في الكتاب ده انا بكتبه طبعا يعني كتب الاكل ده لمرضى الاكتئاب والقلق والامراض وقربما بعد الصدمة يعني الامراض النفسية بس هو نفسه برضو للانتصاب وتحسين الصحة عمتا انت انا شايف الميديترينيان دايت هو احسن دايت موجود في السوق وعليه دراسات قوية جدا ايه الميديترينيان دايت دا اللي هو نظام اكل البحر المتوسط اللي هو المفروض نظام نحنا للدول المبوضة حوالين البحر المتوسط دا ايه دا يا عم دا اكل بيركز على السيفود بيبقى مصدر البروتين يعني بنتجنب اللحوم على قد ما بنقدر ونتجنب الفراخ وبنركز اكتر على السيفود انواع الاسماك المختلفة بالذات الاسماك اللي مليانة دهون هتقول لي ما انت قلتلي الدهون من شوية غلط وكلسترول ومش عارف ايه لا موفيöll دهون بقى انت لما تقرأ وتتسقف في كده هتكون عارف ان في دهون صحية ودهون مش صحية الدهون اللي في الاسماك الكبيرة اا ازي الحوت زي السالمون اا هو سمك السالمون الساردين لدهون اللي في الاسماك دي مفيدة فانا عاوزين اللي فية حاجة اسمها اوميجا سري واوميجا سري دي من الحاجات اللي ممكن مقوية للزكاء والزاكرة وللقلب والعملات الجنسية يعني انت لو كلمت قصاك من دولاته يقول له المقويات الجنسية بتحتوي على ايه او الحاجات دي هيقولك اوميجا سري اه دي انا لقيتها في حاجات كتير بتقول اوميجا سري حلوة طب ما عام بدل ما اشتري اوميجا سري ما اكل الاكل ربنا خلقه اللي فيه هو اصلا اوميجا سري اوليدي طب فهمت يا دكتور يبقى انا اكل اللي هو الاكل البحر المتوسط اللي هو بيركز على ميديترينيان دايد دا اللي هو بيركز على الاسماك اه حتى في موضة في يعني ان الاسماك يعني بتزود الرهبة الجنسية والمش عارف ايه والكلام دا طبعا الكلام دا يعني كونتروفيرشل احنا التأثير الجنسي للاسماك اه اه مش التأثير اللي هو السريع تاكل النهاردة فتلاقي نفسك مش خايف من مراتك بقى بعدها بنص ساعة طبعا دا هبل احنا بتكلم عن اللونج تيرم انا بحسن صحتك فلما صحتك تتحسن انا متوقع ان عضلاتك تبقى اقوى الانصاب اقوى ضربات القلب احسن زكائك اعلى القوة النفسية احسن طيب انت قلتني السيفود والاسماك تمام ايه تاني اللي في جرين فيشتابلز اللي هما اه الخضار الاخضر الورقي الخضار الاخضر الورقي يعني اه الخاص حلو السبانخ الجرجير حاجات قادرة ورق دي بقى اقعد بقى بص زود منها على قد ما تقدر جمدة جدا طيب ماشي دكتور ايه تاني الفواكه برضو ان نظام الغذائي دا بيعتمد على الخضار والفواكه والسيفود دا الاساس الفواكه برضو بس انت برضو ايه نفترض انت مليان اوكي ما تزودش في فواكه بتقلل يعني في فواكه مليانة سكر كتير وفي فواكه مليانة سكر قليل تعال انت اغلب المصريين عندنا مشكلة مع السمنة بالذات السمنة الوحشة يعني ليه السمنة اللي حوالين الوسط انت عارف ان احنا دلوقتي لما بنشوف عيان بنقدر نتوقع العيان ده يجيله ازمة قلبيه ولا لا حسب وسطه يعني نقيس الوسط لقينا الوسط اعلى من درجة معينة وتوقعين الراجل دا قدام بسبب الوسط يعني انت مش عارف انتوا قادرين تفهموا الوسط اللي هو الكرش يعني الوسط كده تلاقي ايه مكررش كده كل ما يزيد الديامتر دا كل ما انا اتوقع ان الصحة تبقى وحشة والقلبة يبقى وحشة والانتصابة يبقى وحشة فانعاوز نخسس الكلام ده انت بتقولي دلوقتي الفواكه حلوة بس الفواكه بتتخن مش كلهم بتتخنوا يعني انت عاج عندك البرز كلها البلو بيري والبلاك بيري والحاجات دي ما مش بتتخن البرز دا اللي هو الله مععرف البرز ده ايه اه الطوت والاااا ااا كان لحد يا جماعة يساعدني اقول ااااا المهم يا البرز دي حاجة انت تاكلها ااا بص اكتب خلينا بالعربي عشان انا قدسان انا نفس المحاضرة دي مديها مبارح بالانجلش في الدنيا مش رائع معايا قوي الحاجات انت تدور بالعربي على جوجل كده الفواكه التي تحتوي على سكر عالي الفواكه التي تحتوي على اقل سكر هتلاقي الليستة مكتوبة تبقى انت عارفها يبقى احنا قلنا الاكل الحلو للانتصاب اي هو خلاص الفشتابولز اللي هي الخضار حلو انا خضار كتير كل الخضار حلو احنا كان زمان عارف في الطب مش قواعد اتغيرت دلوقتي كان زمان يقول لك ايه احسن اكل اما بتاكل انت الطبق نصه يبقى خضار يعني انا عاوزك كده ايه بلاش والله تاكل من الحلة موضوع المصريين ده وتجيب حلة الطبيق وحلة الرز وحلة الماكرون وتقوم طارب التلاتة كل في طبق يا ابا هتجيب طبق حلو كبير نصه خضار ربعه بروتين ويستحسن انه يكون السيفود والربع التاني نشويات وتستحسن النشويات اللي هي اللي هو اللي عيش الحبة الكاملة عيش الحبة الكاملة بلاش اللي هو دقيق والعيش اللي ابيب ده عيش اللي في الحبة الكاملة اللي هو فيه اشرة مش همون بقى نخش في تفاصيل بس يعني هي دي الاكلة المفروض تاكل 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 تلات مرات تلات تطباق طيب انت عارف بقى زمان كنا بقوله الناس نص طبق خضار دلوقتي بينا نقول ايه سبعين في المية من الطبق يعني تلات تربع الطبق خضار دي يعني الكنيديان دلوقتي تقولك ان الطبق لازم مش بس نصه تزود شوية عن نصه وهو ده الميتريني الدايت اللي انا بقول علي طيب انت ماشي دكتوري ده يخليني احسن اه اسمق كده طبعا ده ده الاكلات الحلوة ما لقى ايه الاكلات الوحشة يا عام طبعا تجنب اللي هو الاكل المصنع موضة في مصر راح اكل من مكدونالز او كي اف سي ولا كينتاكي ولا كان اسمه ايه اللي كان هارديس مش عارفش عام دينا في كندا ده بس انا فاكر البتاع بقى كان في مصر وبقى فاكر يعني هو الشاب بقى اللي مفيش منه يبقى كل من الغيت متراش تأكل من حاجات دي الحاجات دي ما لعوب فيها لعب غير عادي ومحطوط عليها كمية مواد بحفظة على ملونات على مصرطنات على بتاع ما تقربش منها هنا ما بيأكلهاش حتى تجنبوها في كندا تماما اه احنا بس نعملها موضة ويقول لك بقى انا ايه خرجت مع اصحابي وكالنا في مكدونالز بقى حاجة جامدة كده وبتاع ما تكلش من الحاجات دي خالص بتاكل من الغيت بتسميها بالانجليزي فارم تو تيبل فارم تو تيبل يعني ايه يعمل مزرعة عالترابيزة هو ده اللي انت تاكله مش عاوزين الحاجة تبقى عبدت على مصنع وتحطت في كي وتقفلت وتحطت علي ما عود حفظة لاحيبوزك الانتصاب ده كله يخليك اكل الطبيعي ها اللي ما تلعبش فيه برضو بلاش الزيوت الزيوت عارف الزيوت المهدرجة دي اللي هي كنولا اويل وزيت الدورة وزيت ايه اللي بيعملو اه زيت اللي هي البزور او كل الانواع الزيوت اللي انت بتشوي بيها وبتعلي فيها طعمية وبتعمل الكلام ده كلها غلط بتجيب تصالفر شرايين وانت فهمت مني في اول المحاضرة ان الانتصاب هو هو الجلطة في المخ يعني دعف الانتصاب العضوي هو هو نفس ميكانيزم الجلطة في المخ هو هو نفس ميكانيزم اه اه الجلطة في القلب هو هو نفس اه اه جلطة في الرجلين او ضعف في الرجلين ليه التصلب طب التصلب ده بيجي من ايه من الزيوت انا زيوت بالزبط زيوت المهدرجة ليه ليه جميع الزيود اللي انت شايفها في مصر دي اوكي بطلها كلها ملق ايه ما فيش عاوز احط شوية حاجة زيت يا جدع على الاكل هما اتنين زيت olive oil و coconut oil هما دول اللي تقول لهم اه 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 ايه olive oil ده اللي هو زيت زيت الزيتون اه وايه coconut oil ده حضرتك اللي هو زيت جست الهند طيب وبيت الزيوت قرميها في الزبالة تمام طب الزيوت دي انا سمعت لو طبخت بيها مدره وده حقيقة زيوت دي بتبقى حلوة كده على درجة الحرارة الخفيفة أو عسارته لو سخنت الزيوت دي برضو بتتحول لمواد مصرطنة. يعني اكل بايه? لو انا لازم احط حب ونسبك بقى ونعكل عكده يبقى بالزبدة. ايه ده بلاش السمنة المهدرجة او بلاش السمنة المهدرجة في الزبدة برضو. اه الزبدة. ده الزبدة بيقوله مدرق ما انت ما تزوجش ما انت ما تضربش يعني اه نص حلة زبدة في البتاع. اه حتة بسيطة كده بتستحمل درجة الحرارة وممتتحولش لمواد كارسينوجينك. يبقى تاني الزبدة حلوة. الزيت الزيتون حلو. زيت جوست الهند حلو. الباقي رميه في الزبالة. اي اكل يا جماعة مصنع رميه في الزبالة. اه السكريات. اكل سكريات. سؤال او. اكل سكريات. يعني سكر. حط سكر على الاكلك عشان بتعمه حلو. اسأل نفسك سؤال. السكر ده ربنا خلقه? اه يا عم خلقه. يا راجل فين ده بيطلع. يعني السكر ده بيطلع لنا من الارض كده من الغيد بنلاقي سكر طالع? ولا السكر ده راح على مصانع وقعدت تشيل الفايبرز وتلعت لي السكر اللي عمل زي الكوكايين ده. اه هو بودرة زي الكوكايين بالزبط. ده مرش ربنا ربنا ما خلقوش يبقى متاكلوش. حقا هيموتك. اه السكر مضر جدا ده قال له. ليه انا بحب الحاجات المسكرة. خلاص كل الحاجات المسكرة اللي مابودة في الفواكه. حلو. كلام بسيط اهو. ما الفاكرة فيها سكر. بس معاها الفايبرز دي بتحميك من الدرر بتاع السكر. اه اه فايبر يعني اه مش هارف برضو. اه اه الياف الياف الياف. حلو طيب. يفروض لا بص بقى انت مش فاهم. انا بحب بقى اضيف حاجة مسكرة على الاكل. حاجة مسكرة على الشي. حاجة الحاجة الوحيدة اللي مسموحة هي العسل. اه اعرف العسل لابيت ده. هو ده الوحيد اللي مش مضر وما بيعملش التهابات في الجسم وانتي انفلاماتوري. بس غير كده السكرات اللي انت بتاكلها دي كلها. طب دكتور بحب الشوكولاتة. كل الشوكولاتة دارك تشوكولات. اللي هي الشوكولاتة الغمقة. دي اوكي برضو. طب دكتور انا سمعت بقى ايه? في ناس بتبيع مقويات جنسية. مهمة ولا مش مهمة دي وبتاعها? والله دي عليها كلام. عليها كلام. اه هو اصلا فيه رأي السؤال عام في الطب كده. هوا الفيتامينات اصلا مهمة ولا مش مهمة? ده سؤال. فينا تلاقي فيه مجموعة من الناس بتقول مهمة? في ناس مجموعة بتقولك الفيتامينات مش مهمة. احنا الاكل الريدي بيحتوي على كل الفيتامينات اللي انت ربنا يعاوزها في جسمك. طيب اني اكلي عم الحجة. اه الاكل بقى اللي انت اللي هو الاكل اللي ملغيت الصحي اللي عمانين نتكلم فيه ده. طب هل كلنا بناكله? لا. والله انت لو بقى اكلك من البنيلة وسكريات وكيكا ومعرفش محلة الرز وماكدونالز بالليل مع اصحابي والشيشة قبل منام. انا شايف ان انت ممكن تبقى محتاج فيتامينات. طب انا الفيتامينات اللي بتحسن الصحة الجنسية يعني. والله فيتامين سي مهم. فيتامين بي سري مهم. فيتامين بي ناين مهم. يعني به تسعة وبه تلاتة وسي ودي. اه في امين واسد برضو اللي هي احمد امينية برضو قد تكون مهمة. اه برضو مش عاوز اكد انها مية في المية لأة ومية في المية اه. يعني محدش. انما زي ما قوسيم كان بيقول ان فيه جزء بلاسيبه في الموضوع. يعني ايه? يعني في ناس كده هي بتبقى نفسية يعني. ومهما اتكلمت بيقتنعش برضو ان هو هاخد قرس كده عشان قويني قويني. وفهم ان بيت اوه. زي حسين بيقوله مش راحك مش عاوز. واحد قد حقنة بي 12. اه اه بقى حاسس ان هو مفيش منه. اه اه في ناس كده. الا ان حتى انت بتقوله ده وهم اللي انت بيحصل ده وهم. اللي انه برضو هو لا هو مش هيشتغل بالطريقة دي. فعا دي. اه طب دكتور الحاجات المغزية دي او الحاجات اللي هي مكملات دي. فيهم حاجات مضرة جدا. اه انا هقولك المفيد. بص انا هقول شوية شوية اسامي كده. اوكي. برا الاسامي دي ما تاخدش. اه انت في بتاعة اسمه ده يا دي اتش اي اي. ده بيجيب سلطان ما تقربش منه. اه في بتاعة اسمه يهمبين. اه ده مكو الجنسي هو بيشتغل فعلا. بس برضو بيقصر هرمونات الجسم ومش عاوزين ناخده. طب اخد ايه? انا قلت لك زي فيتامين دي. حلو. فيتامين سي. اللي هو فيتامين ديل. وفيتامين اه سي اه. وبيه تسع وبيه تلاتة. كل ده الاماينو اسد. الارجينين ده حلو. الكارنتين ده حلو. دي ااماينو اسد ممكن تاخدها. ارجينين وكارنتين كويسين. جنسين مشهور في الموضوع ده. برضو مش هيدور. بس هل هيفدني? وهل هيفدني فايدة نفسية بس وهمة في دماغة ولا فايدة حقيقية? ما مش معروف قوي. اه لكن هما دول اكتر من اللي انا قلتو ده. دي دال وصي وبيه تسعة وبيه تلاتة. والارجينين اللي هي ااماينو اسد. والكارنتين اللي هي ااماينو اسد. وجنسين. اه ده نبات اه هيرب يعني. اه ما تاخدش اكتر من كده. لو لقيت. بص تلاقي بقى فيه ساعة. بزات في كندا بشوفه يعني مقويات جنسية كده تلاقي موجود في كمية مواد. انا مش فاهم نصها. انا كده طبيب مش فاهم ايه ده اصلا المكتوب ده. ده بلاش منه لان ما انا عرفش هيعمل ايه. مصارتن مش مصارتن. هي هيصلى حاجة وبوص حاجة. ده يعني بلاش منه. النوم برضو. مش هراقي بص النوم. الاكل والرياضة والنوم. دول انا انا عيان عندي. ما بينظمش نومه. ما بيلعبش رياضة. ما بيكلش الاكل اللي انا بقوله. انا بقوله انت مش هتخف. بقوله له كده وش. انت مش هتخف وعملين ايه. نمشي في حلقة مغلوبة.